هذا وتجسد جهود مملكة البحرين الإنسانية نهجها الراسخ في مد يد العون والمساعدة إلى الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف الطارئة وتحرص المملكة على تقديم الدعم المناسب للتخفيف من وطأة معاناة المتضررين انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم تجسيدا للقيم البحرينية الأصيلة التي تسير على نهج العطاء والخير المتجدر في مملكة البحرين جاءت توجيهات جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه بتقديم العون وإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية الشقيقة وجمهورية تركيا الشقيقة وتؤكد التوجيهات الملكية السامية على الطابع الإنساني النبيل والوجه الحضاري لمملكة البحرين التي رسخت مكانتها في تبني وتقديم البرامج والمشاريع الإغاثية والمساعدات الإنمائية خلال الأعوام الماضية وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم تم تشكيل لجنة وطنية لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بهدف توحيد الجهود والعمل يداً واحدة لمساعدة الأشقاء في سوريا وتركيا في هذه المحنة الأليمة كما جاءت المبادرة الإنسانية بفتح باب التبرع والمساهمة في الحملة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بإشراف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي تحظى بدعم كبير من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي أعلن عنها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وفي إطار الجهود الإنسانية لمملكة البحرين يشارك فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بعملية سواعد الغيث يشارك في جهود البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في الجمهورية التركية والوقوف إلى جانب المتضررين والتخفيف من آثار الزلزل إن تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية من قبل مملكة البحرين وشعبها هي عادة متجذرة بنهج المملكة التي تواصل جهودها الحثيثة من أجل غاثة ومساعدة مختلف الشعوب المنكوبة التي تتعرض لأزمات وظروف إنسانية صعبة وذلك من منطلق إنساني الأمر الذي يعكس التزامها الأخلاقي والقيمي تجاه كافة الشعوب اشتركوا في القناة